هذا وقد أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع قداسة البابا تودرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية وقدم تعازيه في ضحايا حادث كنيسة المنيرة بالجيزة وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية شكرا